يواجه النازحون في مخيم جباليا شمال القطاع صعوبات متزايدة في الحصول على مياه الشرب النظيفة هذا وتحذر الأمم المتحدة من خطر انتشار الأمراض المعدية مثل الكوليرا بسبب نقص المياه النظيفة وتدمير شبكات الصرف الصحية مع استمرار درجات الحرارة في الارتفاع في قطاع غزة تزداد معاناة النازحين خاصة في ظل ندرة المياه بالقطاع بأكمله في مخيم جباليا شمال القطاع تصطف العائلات لساعات تحت أشعة الشمس في انتظار ملء أوعيتهم بالمياه التي يحتاجون إلى تقنينها بعناية لا في مياه ولا في أكد ولا في شرب أولادنا ما تملعقاش نحن نتغسش وسق في جزولنا لا نخشش الحمامات ولا عندنا أي وسيلة صمود ولا أي حاجة عندنا لا ميا ولا كهراء ولا أي حاجة الغارات القوية الإسرائيلية دمرت بعض خطوط الأنابيب وأبار المياه كما أن محدودية المساعدات التي تدخل إلى القطاع تزيد من صعوبة الحصول عليها ودخلت القوات الإسرائيلية الجبالية قبل أسابيع ثم انسحبت منها بعد أسابيع من القتال ما تسبب في دمار هائل وأثر بشدة على البنية التحتية المحيطة مشكلة مشكلة حقيقية يعني مشكلة حقيقية المياه كما ترى يعني نحن ننتظر أحداً متبرعين معارجين الطريقة وحابرين حابر سبيل يشوفوا حين علينا يجيب لنا مياه يشاننا مياه فيش عبار فيش ولا حاجة في المصابر مسيبة مسيبة كارثة كانت غدا مائية كارثة كبرى الحياة بالمياه فيش مياه فيش حياة رسول محروجة بشكل كامل شكل كامل سوت سوت يعني أعينا برضونا صلنا زينة زينة الشحديد زينة 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 شحديد لا حياة مقاومات فيها ولا حاجة وسبق أن دمرت الغارات الإسرائيلية 75% من أبار المياه في منطقة جباليا فيما حذرت الأمم المتحدة من خطر انتشار الأمراض بما في ذلك الكوليرا في المنطقة بسبب نقص مياه الشرب النظيفة وسوء الصرف الصحية